غدا لدينا حوار مهم جدا مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد الشتية سجلناه أيضا عبر الأقمار الصناعية من مكتبه في رمالة يتحدث فيه عن توقعات الحكومة الفلسطينية من محكمة العدل الدولية الرد على المزاعم الإسرائيلية فيما يخص مصر ومعبر رفح وإنها المسؤولة عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة حديث أيضا مفاصل عن التنصيق المصري الفلسطيني وحديث أيضا عن رؤية السلطة الفلسطينية عن ترتيبات ما بعد الحرب حوار مهم غدا مع رئيس الوزراء الفلسطيني دكتور محمد الشتية خلونا نسمع جزء من هذا الحوار ونبدأ الحلقة إسرائيل أرادت من كل هذا العدوان هو أن تقتل حل الدولتين والسياسة نتنياهو واستراتيجية الحكومة الإسرائيلية كانت ترمي بشكل أساسي إلى عزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية ودفع قطاع غزة نحو حضن مصر وفي الضفة الغربية جرى تفتيت الجغرافية أكثر من ما هي مفتتة المدينة الخليل مقسمة إلى H1 و H2 تسيطر إسرائيل على H2 بقية الضفة الغربية مقسمة إلى مناطق ألف و باوجيم ومدينة القدس يلفها جدار وكل هذه الإجراءات أرادت إسرائيل أن تقتل إمكانية إقامة دولة فلسطينية لكن الذي يجري الآن في جميع الأروقة السياسية في العالم هو بعد أن كانت القضية الفلسطينية غابت عن منصات القرار في المجتمع الدولي الآن القضية الفلسطينية تعود بكامل زخمها والجميع يتحدث عن حل الدولتين إذا تم تسييس المحكمة فالنتيجة واضحة ولكن إذا نزل القضاء إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فالنتيجة واضحة لصالحنا ولكن نحن نعلم علم اليقين أن هناك خمستاشر قاضي وهؤلاء القضاء يمثلوا خمستاشر دولي ورئيسة المحكمة من الولايات المتحدة ونحن نعلم أنه يكون عادة ضغوط هذا الأمر بالنسبة لإسرائيل هو جعلها تقف على روس أصابعها المجتمع الإسرائيلي المنصة الإسرائيلية القيادة الإسرائيلية كلها تتركب لحظة بلحظة وأنا أعتقد أنها سوف تكون بممارسة كل ضغوط ممكنة على المحكمة من أجل أن لا يكون هناك وقف إطلاق نار هؤلاء القضاء اليوم القضاء اللي موجودين اليوم ينتهي فترة عملهم كقضاء انتدابهم كقضاء في خمس اثنين من الشهر القادم ولذلك سيكون هناك قضاء جدد إذن مطلوب من هذه المحكمة اليوم أن تأتي بقرار في الإلحاح وهو وقف إطلاق النار إذا قالت المحكمة هذا الموضوع أن هناك جرائم إبادة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ويجب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني نحن نكون قد اجتزنا المرحلة الأولى ويبقى القضايا الأخرى المتعلقة بالتحقيق وإجراءات المحكمة التي قد تأخذ بعض السنوات أحيي شعب مصر وأحيي كل مكونات الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس ودولة رئيس الوزراء وإخواني الوزراء والمؤسسة الأمنية المصرية بجميع الأحوال التنسيق هو زي ما جاء في سؤال حضرتك وهو على أعلى مستوى على مستوى الرؤساء وأنا كان لزيارات والتقيت بأخي دولة رئيس الوزراء وإخواني الآن موجود وفد في القاهرة من أجل التنسيق مع مصر في القضايا المتعلقة بكطاع غزة ومعبر رفع وغير ذلك وبالتالي بالنسبة لنا التنسيق شبه يومي ومصر حامية المشروع الوطني الفلسطيني ترجمة نانسي قنقر